لما تيجي تروح لرونالدو وخاصة بعد تصرحاته أو مختطفات من تصرحاته هو عمل لقاء مع بيرس مورجن مذيع البريطاني وتم إذاعة بعض المختطفات من هذا الحديث اللي هيعلن وهيتم إذاعته بالكامل الاربع والخميس وطبعا الحديث ده كان فيه ملزة وطاب من هجوم داري من رونالدو على منشستر يونايتد بقى من أوله لأخره يعني أخذ منشستر يونايتد كده من بابه من إدارته للعبين السابقين باللعبين الحاليين بالإدارات الفنية بكل حاجة ويعني الراجل أخدهم غسيل ومكوى من أول الإدارة لغاية أظهر حد موجود في النادي الظروف اللي بيمر بيها رونالدو ودي برضو النسخة الأخيرة اللي هلعبها رونالدو في كاس العالم بس الناس كلها مش مجمعة الحتة دي ومش مركزة مع القصة دي لأن رونالدو كل الكلام عنه خلال الفترة اللي فاتت وده على عكس المعتاد بره الكرة خالص وبره الملعب مشاكل في مشاكل في مشاكل في أنه يسيب الملعب ويمشي فيه في تفاصيل كتيرة جدا ختمها مبارح كريستيان رونالدو بحديث صعب جدا تقيل جدا فيه هجوم داري على منشستر يونايتد قناعة الشخصيين النسبة 100% و120% أنه بعد كاس العالم رونالدو مش موجود في منشستر يونايتد طب إيه علاقة ده بكاس العالم إيه علاقة ده منتخب البرتغال علاقته في حاجتين الحاجة الأولانية أنه مش مخلي فيه زخم وتعاطف شديد مع رونالدو لأن خلاص الناس بقالها فترة ما بتسمعش عن رونالدو حاجة جوه الملعب ما بتسمعش غير مشاكل بس برا الملعب فالناس مش مركزة معاه مش واخدين بالهم أن ده آخر برضو كاس عالم لكريستيان رونالدو الحاجة التانية أن كريستيان رونالدو بالتصريحات اللي هو عملها مبارح دي حط على نفسه كم ضغوط رهيبة رهيبة في كاس العالم ده لأن كل الناس هتبقى منتظرة أنت بقى طلعت تتكلمت وأن انت مظلوم وانت 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 طب هتعمل إيه بقى في كاس العالم هل هتقدر تعمل إنجاز إعجازي وتاريخي مع البرتغال في كاس العالم وتوصل بهم للقب وتخيلوا حضراتكم أنا ده طبعا تمني شخصي أن احنا نشوف فينا الكاس العالم ما بين البرتغال والأرجنتين أنت متخيل أن انت بتنهي حقبة مهمة جدا في تاريخ كرة القدم بين نجمين وأسطورتين ما شفناش في تاريخ الكرة كلها قبل كده نجوم بتقعد بكونسستنسي استمرارية من التقلق ومن الأرقام الإعجازية على المستوى الجماعي أو الفردي لعشر اتنشر سنة ما شفنهاش قبل كده يعني أجعص وأجمد نجم جيه في تاريخ الكرة بيعود له 3-4 سنين ماكسيمم في التوب لافل في أحسن مستوى ليه في البيك performance والأداء الروعة بتاعه وبعد كده بتلاقي المنحنة بينزل لكن إن انت تلاقي نجمين وأسطورتين بيعودوا لمدة عشر اتنشر سنة هم مكتسحين الملاعب بالأرقام القياسية المجامعية والفردية ما شفنهاش ومعرف نهاش فتخيل إنه تبقى نهاية الحقبة دي كلها على بعض كده بمطش أسطوري في نهاية كاس عالم ما بين ميسي ورونالدو الأرجنتين والبرتغال تخيلوا حضراتكم المطش ده ممكن يبقى عامل ازاي ودعائيا وإعلانيا وجماهيريا وتلفزيونيا ومشاهدات ممكن يبقى عامل ازاي وجوه الملعب هيبقى عامل ازاي ده تمني طبعا لأن الكرة حسابتها مختلفة ولكن بالتأكيد اللي اتنين بيحلموا إن هم يحصلوا على كاس العالم لأن حصولهم على كاس العالم هياخدهم في تاريخ الكرة في منطقة ما اعتقدش حد يقدر يحصلهم فيها لأن هم هيبقوا عاملوا كل حاجة فعليا وحرفيا بالمعنى الحرفي للكلمة في الكرة من إنجازات فردية لجماعية أندية منتخبات بس اللي مخلي الكافة العاطفية لكوكب الأرض زي ما أنا قلت في الأول إنه موجود مع ميسي بيشجع ميسي هي إنه ظروف ميسي بره الملعب وجوه الملعب مستقرة ظروفه مع المنتخب مستقرة لكن على الجانب الآخر كريستيانو رونالدو ودي من المرات مش أقول الوحيد الأوليلة أو الندرة المرة الوحيدة اللي أنا سمعت عنها كلام وحدية لكريستيانو رونالدو أو عن كريستيانو رونالدو بعيدة عن الكورة دايما كنت بتتكلم على رونالدو على الأهداف اللي بيجيبها على الأرقام اللي بيكسرها على جواله وأهدافه في دورة أبطال أوروبا على إعجازاته مع ريال مادريد مع منشستر رونالد لكن انتك تتكلم عليك نستنى رونالدو انه مش بيلعب وعمل مشاكل مش افتاش او مسمعتاش قبل كده او ما افتكرهاش عشان كده اعتقد ان البطولة دي على قد ما هي بطولة مهمة جدا 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 للاتنين وجدا لمسي ولكن رونالدو بعد تصرحته مبارح حتى على نفسه حمل كبير قوي وضغط كبير جدا هو معاودنا طول الوقت انه هو من اجدر واجمد الناس اللي بيعرف اتعامل مع الضغوط ولكن هيقدر يتحمل ضغوط قوية وكبيرة في التوقيت وهو يعني حد زي كريستيانو بالتيم اللي شغال مع كريستيانو ما بيطلعش التصرحات دي اعتباطا ولا في التوقيت ده كده يعني مصادفة هو فاهم هو بيعمل ايه وبيطلع التصرحات امتى وتوقيتها عامل ازاي وبيقصد بيها ايه وخطواته التالية ايه هل هيقدر يتحمل كم الضغوط دي ويقود منتخب البرتغال لنهائي كاس العالم ولقب ومجد شخصي دي ده اللي هننتظر ايام قليلة جدا عشان نعرفه